موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال وصلنا كثيرا هل أنهى فيروس كورونا مسار الرئيس عبد المجيد تبو ربما هذا السؤال يظهر سابق لأواني أو أنه من المبالغة أن نطرح مثل هذا السؤال هكذا يظهر للبعض ويظهر للبعض الآخر أن البيانات التي أقدمت عليها رئاسة الجمهورية منذ إصابة الرئيس بفيروس كورونا عندما أعلنت في الرابع والعشرين أكتوبر 2020 أن الرئيس دخل في عزل صحة أو حجر صحي طوعي وأنه يتابع المهام وحتى لما نقلوه إلى عنعجة قالوا بأنه بنصائح من الأطباء وأنه يتابع عمله وكل ذلك كان مجرد أكذيب هل تعمدت رئاسة الجمهورية إصدار هذه الأكذيب لأنها لم تكن تتوقع أن الأمور ستذهب بعيدا حتى لا تثير الشارع كما يبرر البعض هناك من يقول بأن الرئاسة لم تتغير خاصة في جانبها الإعلامي فهي التعامل مع مرض الرئيس بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها أو كانوا يتعاملون بها مع الرئيس بوتفريقة عندما أصيب بالمرض كل هذه الأمور مطروح والشيء المؤكد أن رئاسة الجمهورية فقدت المصداقية لدى الشارع عندما قالوا بأن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي في ذلك اليوم شاهدوا ماذا نشرت ولم أعلق ولكن هي إشارة بأنني كنت على يقين أن الرئاسة لم تقل الحقيقة بعدها كنت من الأوائل الذين أخبروا الجزائريين بأن الرئيس أصيب بكورونا وهو يعاني في وضع صفحي سيء وهو الذي ثبت لاحظ المهم البعض قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة هناك نقطة مهمة لازم أن تحدث عليها ويتعلق الأمر بهل الآن نحن في مرحلة ضرورية لتطبيق المادة ميوثين من الدستور القديم أو دستور جديد لم يصادق عليه بعد الرئيس الجمهوري أنا أرى بأن الأمر فيه عجل ما طبيعي جدا أن الرئيس يمرض ويصاب بمرض ويأخذ إجازة وناقاها وهذا طبيعي هو إنسان ولكن المسارعة المطالبة بالمادة الميوثين هذا أمر يفعلها إنسان لديه كل المعطيات وكل التفاصيل حول وضع الصحي الرئيس أصيب بكورونا نقل إلى ألمانيا في غيبوبة بأجهزة التنفس إلى يومنا هذا وأنا أتحدث إليكم هذا اليوم الأحد ثمانية نوفمبر الساعة التاسعة صباحا حيث أقوم بتسجيل الحلقة وأنا ليست لدي معلومات سوى أن الرئيس لا يزال بأجهزة التنفس هناك من يتحدث مثلا على أن الرئيس تعافى وأنه هناك من قال بأنه نقل إلى مكان آخر للنقاهة والاستراحة في ألمانيا هناك من يتحدث أيضا أنه نقل إلى جناب لسويسرا للنقاهة المعلومات كثرت أنا لا أستطيع أن أصدقها ولا أستطيع أن أكذبها كل واحد يأتي بالمعلومة المعلومة يتحمل مسؤوليتها أولا أمام الله تعالى ثم أمام الجزائريين الذين يهتمون بهذا الحد هذا طبيعا لكن المعلومات المتوفرة لدي أن الرئيس لا يزال في ألمانيا وأنه يمازال بأجهزة التنفس أن الفيروس تمكن من صدره وأنه هناك عنده مشكل كبير في الرئيس الرئيس حتى لحظة وصوله إلى ألمانيا كان في غيبوبة وذكرت لكم بأنه استعاد وعيه ثم عادت دخل في غيبوبة هل دخل في غيبوبة بسبب الغيبوبة الأولى أو أنها غيبوبة إصطناعية هذا شيء آخر أنا لست طبيب ولست أتابع مباشرة ما يحدث له تأتينا معلومات من عدة مصادر كي تكون معلومة عقلانية ومن مصادر نعرفها أنها موثوقة نقولها للجزائريين وللأسف وأنا أتأسف كثيرا أن وصل الحال بنا أنه صار الجزائري يتابع أخبار رئيس الجمهورية المريض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعن طريق فلان وعلان من المفروض أن الجزائري أن الرئاسة الجمهورية تعطي للجزائري الأخبار عن رئيسه والوضع الصحي الذي هو فيه ودون ذلك كلها يعود إلى عدم الشفافية وعدم وجود حقيقة التواصل البناء والفعال بين مؤسسة الرئاسة والشعب الجزائري وهذا سيؤثر كثيرا على مصداقيتها أكثر مما هي تعاني منه لحد الآن بالنسبة لرئاسة الجمهورية فقد كان آخر بيان صدر بخصوص وضعية صحية لرئيس الجمهورية كان يوم 3 نوفمبر على الساعة الرابعة و47 دقيقة وأعتقد كان يوم الثلاثة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا وهو يوم الأحد 8 نوفمبر أي خمسة أيام لا جديد ولا بيان رغم أن شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت تغرق بكثير من الأخبار التي وصلت حتى للحديث عن وفاة الرئيس عبد المجدد كان من المفروض من رئاسة الجمهورية حتى الأقل يوم بعد يوم تكون برقية معينة تتحدث عن الرئيس أما أن تقولوا بأن الجزائريين لا يهتمون بعض يبرر يقول لرئاسة الجمهورية أنها لا تهتم بهذا الأمر حتى لا تجعله هو الحدث دائما وما إلى ذلك وتعيد النقاش هذا منطق خطأ جدا فالنقاش الذي يحدث بناء على معطيات قد تكون خاطئة قد تكون متضاربة قد تكون إشعاعات كثيرة سيكون أسوأ في عواقبه مما سيحدث في حالة أنها تعطي المعلومات الصحيحة عن الوضع الصحيح لرئيس الجمهورية إذن الرئيس هذه آخر معلومات أن الرئيس ما زاد بأجهزة التنفس الرئيس وضع الصحيح منذ تقريبا عدة أيام منذ 24 على الأقل حسب البيان الرسمي ونحن معلومات تقول منذ 17 أكتوبر إلى يومنا هذا يعني تقريبا أكثر من 20 يوم وهو لم يأكل ولم يشرب كل يتم تغذيته بالأجهزة أعتقد بأنه حتى وضعه مظهره راح تغير كثيرا حتى إن كان تعافى لحد ما لا يمكن إظهاره على الأقل رغم أنه من المفروض طبيعي جدا إذا كان تعافى الرئيس وتنأف وتم نقله إلى مكان مال النقاح يظهرونه ولو في مقطع قصير يطمئن الجزائريين بغض النظر عن وضعه الصحي الذي سيظهر به فإنسان كان مريض وليس كان في شيء آخر قد يخجل منه أي إنسان النقطة الثانية التي أردت أن أتحدث فيها فيها المعلومات التي توفرت لدي أن بعد إصابة الرئيس تم فتح تحقيق أمني بشبهة إصابة الرئيس أو نقل فيروس كورونا إلى الرئيس بصفة متعمدة فقد رويت لكم في مداخلة سابقة كيف تم نقل الفيروس كيف جاء شخص والجهة طلبوا أحد المسؤولين طلبوا الرئيس إيس في أمر ما وكانت عنده مع أعراض بتاعه كورونا وأيضا كان ثبت لديه أنه مصاب بالفيروس ورغم ذلك أن الجهة قالت له تعالى بسرعة وأدخل الرئيس ولا تخبره بشيء ودخل ويبتو أن الرئيس صافحه ربما نقل إليه الفيروس أو أن هناك قصة أخرى لا نعرفها وتفاصيل أخرى لم تصل لها لكن المؤكد أن المصالح الأمنية فتحت تحقيق حول كيفية وصول الفيروس للرئيس لهذه اللحظة لم يحدثوننا عن شيء بالبيان الأول قالوا بأن إصابة إطارات سامية في رئاسة الجمهورية والحكومة ليومنا هذا لم نسمع عن أي إطار سامي في الحكومة رغم المعلومات التي لدينا أن هناك الكثير بل أن هناك من يتواجدون في عين النعجة وآخر المعلومات وصلتنا أنه لا يسمح للناس دخول عين النعجة لأن عين النعجة تغرق في فيروس كورونا وأنه في إطارات كثيرة يتواجدون في هذا المستشفى أسوأ يعني في ظروف الله أعلم بها حتى أن الناس إلا إذا كان واحد عنده موعد مهم كبير ويرواشياء واحد الإجراءات معقدة أما مثل مقابل أنه كل يجي يدخل اللي يجي يدخل ولا العسكر اللي عنده اللي يحب يشوف واحد أو شيء من هذا القبيل صارت متوقفة منذ فترة بسبب وجود إطارات سامية في الدولة الجزائرية وقيادات عسكرية عالية للرطبة يتواجدون في مستشفى النعجة وهناك من تم نقلهم إلى الخارج أيضا في صمت وفي هدوء ولم يتم الإعلان عنهم لذلك أنه رئاسة الجمهورية أو مصالح الأمن الرئاسي والأجهزة الأمنية الجزائرية تفتح التحقيق عن الكيفية ولللحظة هذه لم تعلن شيء هل وصلت إلى معلومة في شبهة نقل فيروس بصفة متعمدة للرئيس حتى هم يعلمون وضعه الصحي وصدروا السكر اللي عنده لطنسيون أيضا هم حدثون الآن عنه أنه عنده لطنسيون ويدخل بشارها يعني أنه تم استعمال هذا الفيروس لاغتيال الرئيس حتى لا تكون أي شبهة أخرى ولذلك تم نقله إلى النعجة وبعد ذلك مباشرة إلى ألمانيا لأنه لو كان يتم اغتياله بأي أسلوب آخر ستتضح وستنفضح الأمور ولكن بهذا العمر يكون شيء في هدوء بل أنه يتواجه في ألمانيا وكل المعطيات تتحدث أنه صب بفيروس كورونا إذا قضى عليه فيروس كورونا فشيء آخر وإذا نجى وهذا شيء آخر لن تكون هناك أي شبهة إذن أنه مصالح الأمن أنا لا أؤكد وأقول بأنه هناك تعمد في نقل فيروس بل أنه المعلومات التي توفرت لدي أن مصالح الأمن تفتح التحقيق بخصوص شبهة ركزوني جيداً شبهة نقل الفيروس بصفة متعمدة إلى رئيس الجمهورية وهم يحققون وانترى هل سيقولون الحقيقة ويذكرون من هو الشخص الذي احتكب الرئيس ونقل له الفيروس هذا شأن أما إذا وجدوا الصبغة الجنائية في هذا الجانب فهذا شيء آخر لحد الآن هناك تكتم شديد عن الأسباب والطريقة التي نقل بها الفيروس للرئيس لأنه لا يمكن أن الفيروس شطاير في السماء وتخل المكتب وحوص على الرئيس والراحتبون نقل له عن طريق شخص هذا مؤكد إذن من هو هذا الشخص وكيف وصل إلى الرئيس وكيف لم يتم الكشف أنه عنده أعراض كورونا أو أنه عنده أعراض كورونا وتكتم عنها هو ولا تكتم عنه الآخر كل الأسئلة مطروحة هذا إذا وضعنا الرواية التي أتيت بها من قبل حول الطريقة التي وصل بها الفيروس إلى رئيس الجمهوري إذن هذه المعلومة التي أردت أن أعطيها لكم أنه هناك تحقيقات حول كيفية نقل الفيروس إلى الرئيس إذن طبيعي جدا من حيث المبدأ أنه طبيعي جدا أن الأجهزة تقوم لأن الرئيس نقل إليه فيروس طبيعا ستجري تحقيقات في هذا الموضوع ولكن المعلومة التي توفرت لدي أن الأجهزة الأمنية تشتبه في نقل الفيروس للرئيس بصفة متعمة ترى من المستفيد ومن أراد ذلك هذا شيء آخر ستكشف عنه التحقيقات وإن وصلتنا معلومات أخرى سنقدمها لكم ولذلك من الضروري جدا على أن السلطات الجزائرية تكون شفافة في هذا الأمر إذا وجدت طبيعة أو جانب جنائي في هذا الأمر فهو يجب أنه توصل المعلومة للجزائريين بشفافية وبيوضوح حتى تتضح الرؤية لأننا ندرك تماما أن المرحلة صعبة وأن العصابة متجذرة وأن هناك من لا يريدون لهذا المسار أن يستمر بل أن هناك أيضا من يتحدث في أشياء أخرى تتعلق حتى برحيل القيد صالح لكن نحن لم نتحصل على أي معلومات من أي مصادر حتى نخوض في هذا الموضوع كل ما يجري الحديث عنه في شبكات التواصل الاجتماعي وفي مواقع الأنترنات ونحن لا نأخذ بهذه الأمور على سبيل الحجة وإن كنا أحيانا نأخذها على سبيل الاستدلال فقط إن توفرت لدينا معلومات تعذد ذلك وتقول إذن نعود للسؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة هل أنهى فيروس كورونا الرئيس عبد المجيد تبون أو أنهى مصار الرئيس عبد المجيد تبون أنا أقول وأؤكد أن وضع الرئيس التبون مفتوح على الاحتمالات أولا احتمال الشفاء وهذا الذي نتمناه له وطبعا الشفاء عندما تحدثنا مع كثير من الأطباء والمختصين أكدوا بأن الشفاء ليس سهلا في وضع أولا أن الرئيس 75 سنة بعمره يعاني من أمراض الصدرية يعاني من سكر يعاني من الضغط يعاني من هذه الأمراض وهذا الفيروس عندما تمكن منه فتك به وأدخله في غيبوبة ونقله إلى المستشفى وإلى غرفة الإنعاش إذن من الصعب جدا أن يتعافى ويعود إلى وضعه الطبيعي هذا كلام أطباء وليس كلام إذن هذا الاحتمال أول الاحتمال الثاني العجز أن هذا الرئيس يصاب بالعجز التام فلا يستطيع فيبقى في مريض ويعاني من هذا المرض ولا يستطيع أنه يعود إلى عمله بل سيبقى يتنقل ربما يمشي بعكاز كثير من الاحتمالات واردة لذلك من المحتمل أن الرئيس يصاب بالعجز التام بالعجز بسبب هذا المرض والاحتمال الثالث هو الوفاة ونسأل الله تعالى للرئيس الشفاء وأن يطيل الله في عمره لأولا لنفسه ثم لذويه ثم للمهام الموكلة إليه المسؤوليات التي يتحملها هذا أمر كثير من أطباء الذين تحدثنا له قالوا أمر غير مستبع فالفيروس فتك بالكثيرين الذين أرقدهم الفراش بهذه الطريقة وأدخلهم في غيبوبة نسبة فوق 80% أو 90% عند البعض قد تمكن منهم وقضى عليهم لذلك كل الاحتمالات واردة لكن ترى ما الذي سيحدث على مستوى الدولة الجزائرية في حالة الوفاة هناك الإجراءات المعروفة يعلن عن وفاة الرئيس هناك مادة دستورية يتم التمسك بها تبقى قضية أي مادة سيجري التمسك بها ترى هل يفوتون هذا الدستور بعدما يعلن المجلس الدستوري عن نتائج يقول بأن الرئيس وقع عليه وخرجه في الجريدة الرسمية حتى يتمسك بهذا الدستور ويصير ساري المفعول هول هذا شأن أما شأن آخر ربما سيعودون إلى الدستور الأول وهذا الدستور يبقى معلق إلى أن يأتي رئيس آخر هذه كل الاحتمالات واردة لا نستطيع أن نجزم بأي رؤية فيها ولكنها تبقى احتمالات قائمة في أمر آخر أن الرئيس لا يتوفى بل يصاب بالعجز هنا أمامهم خيارين إما أن الاستقالة الاختيارية أن الرئيس لما يشوف وضعه الصحي سيء جداً لا يستطيع أن يمارس مهم مهامه ويعلن استقالته بسبب وضعه الصحي وفي هذه الحالة أيضاً الإجراءات معروفة ولكن في هذه الحالة قد يوقع الدستور وقد يتخذ الإجراءات وقد يشكل المحكمة الدستورية حتى يضع القاعدة الصلبة فيما يخص المسار الدستوري بالدستور الجديد أو يبقى الدستور السابق لا يوقع على هذا شيء هذا الأمر غير وارد الآن الحديث عنه ولكن أنا أرجح أنه في حالة أنه يكون عاجز صحي على ممارس مهامه ويريد الاستقالة الإرادية من طرفه أو استقالة اختيارية من عنده وفي هذه الحالة أعتقد بأنه سيوقع على هذا الدستور وينظم له كل أمور وبعد ذلك يعلن عن استقالته وهناك أيضا الاستقالة الإجبارية في حالة أنه رفض هناك الاستقالة الإجبارية أنه يعلن أن الرئيس لا يستطيع ممارس مهامه وهناك إجراءات تقوم بها أيضا المادة يتولى منصب رئيس مجلس الأمة ونحن عندنا رئيس مجلس الأمة بالنيابة هو بالنيابة لذلك لا يمكن أن يكون هو المعين إذن رح يلجأ إلى المجلس الدستوري من خلال الدستور القديم أو المحكمة الدستورية من خلال الدستور الجديد هذا شأن آخر كل ذلك وارد ولكن على العموم أن الرئيس عبد المجيد تبون في وضع صحي ليس على ما يرام ومفتوح على كل الاحتمالات قد يكون أي شيء آخر في المستقبل الله أعلم بذلك على الحقيقة أمر آخر أن الجيش الجيش يعيش في هذه اللحظة في مفترق الطرق وأنه لم يكن يتوقع قادة الجيش أنه يصطدم مع عشية الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور بهذا المرض الذي أرقد الرئيس الفراش لذلك الآن يعيشون في حالة طوارئ حقيقية اجتماعات متتالية سيناريوهات مختلفة بل أنه حسب المعلومات المتوفرة لديه أنهم أعدوا كل السيناريوهات السيناريو العجز السيناريو الاستقالة الاختيارية سيناريو الاستقالة على الإجبارية يجبر على الاستقالة بقرار طبي بسبب عجزه وهناك أيضا سيناريو الوفاة في كلها سيناريو الوفاة وتم تحذير قائمة بعدد من الأشخاص الذين يتواصلون معهم وفيهم من كانوا رؤساء حكومات سابقين في عهد في عهد بوتفليقة وفيهم الذين استقبلهم حتى رئيس الجمهورية وفيها عندي معلومات عن بعض الأسماء لكن لن أطرحها حاليا نتركها إلى حينها لذلك أن الجيش الآن يستعد إلى كل الاحتمالات الآن الدولة من طرف من تسير الدولة الدولة تسير متوقفة كل القرارات على فكرة لأن صلاحيات دستورية للرئيسي التي خولها للدستور والتي لا يقوم بها سوى هي معطلة لو كان أن الدستور الجديد كان من الأفكار التي تم قبل الحديث عنها فكرة نائب الرئيس لو أنه كان فيه مادة دستورية لنائب الرئيس رئيس عي النائب دائما تحسب في مثل هذه الظروف أن الرئيس قد يمرض مباشرة يمارس المهام بدلا منه هو نائب الرئيس بصفته رئيس مؤقت إلى أن يعود رئيس الجمهورية إلى ممارسة مهامه أكبر خطأ في الدستور الجزائري عبر عبر هذه التجارب التي خذناها هي عدم وجود نائب رئيس الجمهورية وهذا من البين الأخطاء الكبيرة التي كان من الممكن تفاديها في الدستور الجديد ونتمنى إذا مستقبلا تم صناعة دستور آخر وهذا غير المستبعد وهذا الذي يمكن أن يقع يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية يحسب دائما إلى مثل هذه المراحل ومثل هذه المستجدات أيضا بلغني من مصادر عديدة أن العناصر الموجودة في السجون عناصر العصابة كما سميت ويعرفها كل شعب الجزائري يحتفلوا كثيرا يحتفلوا بالطريقة نفسها التي يحتفلوا بها لما عالموا بخبر وفاة القايد صالح رحمه الله في ديسمبر 2019 ولما علموا بمرض الرئيس إيس وأيضا تصلهم معلومات صاروا يحتفلون ويبشرون بعضهم البعض بأن الكابوس قد انتهى وأن الأمور ستعود إلى نصابها ما قبل الحراك الشعبي هذه معلومات وصلتنا من السجون التي يتواجد ويقبع فيها هؤلاء إذن السؤال الذي طرحناه هل أنهى فيروس كورونا الرئيس عبد المجيد تابون على مستوى الإنسان الله أعلم فالصحة بيد الله والأعمار بيد الله تعالى وعلى مستوى المسار السياسي أعتقد بأنه في أقل الأحوال لا يمكن لرئيس الجمهورية عبد المجيد تابون أن يعود لممارسة مهامه بالوضع الذي كان فيه قبل إصابته بفيروس كورونا حتى إذا عاد ربما رح ندخل في مرحلة على الأقل سنة أو أكثر من سنة ونحن في ظل دولة يقودها رئيس مريض بين عشية وضحاها وفي أي يوم نحتمل أن نسمع أخبار نقله إلى مستشفى آخر في الخارج للعلاجة أما إذا كان شيء آخر فهذا أمر لا نتركه إلى حيني إن وصلتنا معلومات جديدة سنوافيكم بها وإن لم تصلنا نترقب ما ستعلن عنه سلطات رأس الجمهورية التي إلى حد اللحظة تأخرت كثيرا في إفادة الجزائريين بمعلومات عن تطورات الوضع الصحي للرئيس هناك من يتحدث بأنها الرئاسة تستعد إلى مفاجأة لا أدري من هي هذه المفاجأة أهل سلبية أو إيجابية وهناك من يقول أنهم ليس لديهم ما يوظيفون لأن الوضع على ما هو عليه ولا توجد هناك تطورات في صحة الرئيس ولا يريدون أن يعيدوا ويجتروا نفس الكلام الذي يدركون تماماً أنه لم يصدق من طرف عموم الجزائريين فضلاً عن نخبه شكراً لكم أحبة الكرام على المتابعة وشكراً لكم أيضاً على الاهتمام والنشر والتوزيع والاشتراك والذي أتمناه منكم نشر هذا المقطع والاشتراك في هذه القناة وسألوه فيكم دائماً بما هو جديد وبما هو لديه مصدقية وليس كلام للنفخ في الهواء ألقاكم على خير بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله